ها مساء الخير على أحلى جمهور في الدنيا جمهور النادي الأهلي اللي طول عمره الظهر والسند أنا ابتديت حلقة مبارح بكلامي ورسلتي لجمهور النادي الأهلي بعد مباراة فيرمينس وقلت إنه الجمهور لا يولام ومحدش يزعل من جمهور النادي الأهلي ومن حقه يعبر عن غضبه ومن حقه يعبر إنه متضايق مش بس عشان خسارة مباراة لكن اللي مش عايزين نوصله اللي عايزة بتدي بيه حلقة النهاردة إنك ما تكونش أداة في التوقيت ده لأن دورك مهم جدا دور الظهر والسند والحماية مطلوب منك في الوقت ده لأهلي بيتعرض فيه للأسف الشديد جدا لهجمة شرسة وأنا مبارح يمكن في الحلقة ومن ضمن الحاجات اللي يمكن جالنا أو أنا قريب تعليقات وتابعت أنا دائما بتابع تعليقات على برنامج السادسة من أكثر الحاجات المبارح لفت نظر إن الجمهور كان مهتم جدا ويتباحها والتعليق عليها كلامي على فكرة المؤامرة والمؤامرة هنا مش مش شماعة لأن أنا اعترفت في بداية الحلقة المبارح قلت لنا إحنا مجناش إن الأهلي ما كانش موجود لعيبة ما قدمتش وما كانش فيه مستوى ما كانش فيه روح ما كانش فيه أي حاجة ليه علاقة بالنادي الأهلي في الوقت اللي كان خصمك متحفز ومجهز نفسه بشكل كبير جدا لكن القصة مش قصة خسارة مبارح والقصة بالمناسبة حتى مش خسارة بطولة يعني إحنا أيام كتيرة جدا واسنين كتيرة جدا عدت علينا فقضنا فيها ألقاب وكنا دايما وقفين في ظهر النادي الأهلي لكن لما قلت مبارح مؤامرة لأنه الحقيقة ما كانش الفكرة فكرة أنا لا ألاقي شماعة علاق عليها الإخفاق في مبارات بيراميز أو غيرها من النتائج اللي كانت مخيبة الأمال الجماهير العريض لكن الفكرة حالة الهجوم الشرسة اللي مجرد ما الأهلي خسر مبارات بيراميز فيها لحظتها في وسائل الإعلام وفي صفحات سوشال ميديا وللأسف الشديد جدا يبدو إنه وقت تصفية الحسابات الناس كتيرة جدا بتحاول تكسر في الحالة المعنوية على أقل تأدير يعني إنك تكسر الحالة المعنوية جوه الفريق إنك تخلق مشاكل أو تفتعل مشكلات ليس لها أي أساس من الصحة ده بقى هدف واضح جدا وملموس تقريبا لأغلب الجماهير وخصوصا على السوشال ميديا وده بشكل من الأشكال ممكن يكون واصل في توقيت في منتهى منتهى الأهمية ما بفهمش وما بستوعبش وما فيش أي حاجة منطقية بالنسبالي ممكن تخليني أفهم إنه الأهل يخصل مباراة مجرد مباراة في بطولة لسه ما زالت في الملعب وأنا بأكد لحضراتكم إن بطولة الدوري ما زالت في الملعب تحصل حالة الهياج الكبيرة جدا على النادي الأهلي ويتم توجيه اتهامات لكل ما يرتبط بالنادي الأهلي من أول الإدارة مرورا بالجهاز الفني حتى الموديل الفني لم يتولى المسؤولية إلا منذ أيام أربع خمس مطشط لعب مع النادي الأهلي الراجل حتى ملحقش ياخد نفسه ولا يحفظ أسماء اللعيبة ووصولا لنجوم النادي الأهلي اللي يامة فرحونا ما بفهمش وما بستوعبش ده لأنه ما حصلش مع فرق لم تحقق يعني عشر إنجازات النادي الأهلي في ثلاث سنين الأخير أنا بكلمكم على نادي في آخر ثلاث سنين محق أربع تتويجات قرية وأربع بطولات محلية ووصل لمنص التتويج في بطلتين عالميتين في حين أنه أندية كتيرة جدا عندها شعبية وعندها جماهيرية لم تحقق أي شيء إنجازاتها بالنسبة لنادي الأهلي صفر على الشمال أندية أخرى الحقيقة انفقت ميزانيات عشرات أضعاف ما تم انفقه في النادي الأهلي يمكن يكون يعني على كل فرق كرة القدم مش بس على فريل أوه ولم تحقق أي إنجاز يسكر ورغم كده ورغم الكباوات دي ما حدش كان بتكلم ما حدش كان بتعرض الفرق دي بالهجوم فمجرد ما الأهلي يخسر مباراة يبقى اتهام بقى للإدارة بالفشل واتهام للجهاز الفني أنه لا يصلح واتهام للعابين أنه هم خلصوا كرة شيء مش منطقي وشيء مش معقول يمكن ده يكون بيحصل من خلال أنا متفاهم طبعا أن السوشال ميديا مخترقة وفي لجان إلكترونية وفي ميليشيات سوشال ميديا شغالة بشكل من الأشكال لكن أنا اللي يهمني في النهاية ورسالتي اللي واضحة لجمهور النادي الأهلي إنك ما تتشدش تده ما تكونش أداة في إيد الناس اللي عايزة تكسر في مشوار ومسيرة النادي الأهلي وبالمناسبة دي حابة في مقدمة النهاردة أجيب لكم أو أعرض لكم في السادسة مظاهرة حب كان في البداية يعني توافت شعبي على واحد من أهم الموالد الموجودة في صعيد مصر وتحديدا في لقصر مولد أبو الحجاج وتحول الحدث ده لمظاهرة حب للنادي الأهلي خلينا نشوف الكلام على إيه؟ الكلام على 72 ساعة في منتهى الأهمية من هنا لغاية يوم المباراة إن شاء الله يوم الخميس مواجهة الأهلي والزمالك حاجات كثيرة جدا ممكن تتغير وأنا قلت لحضراتكم إن مشوار التتويق بإذن الله إن شاء الله للبطولات اللي فاضلة الموسم ده يبدأ من مطش الزمالك مكسب الأهلي في مباراة في نهائي كاس مصر بتاعة الموسم الأخير في منتهى منتهى الأهمية ويغير كتير جدا من المعادلة اللي موجودة دلوقتي من المعادلة اللي ابتدت تحديدا مرحلة ما بعد خصارة نهائي دوري الأبطال يعني إحنا بنتكلم نمرة واحد على ثلاث أجهزة فنية تولوا مسؤولية النادي لأهلي على مدار الموسم ودي حاجة مشكلة يمكن أنت ما تحسش بيها أو ما تحسش أنها لها تأثير كبير جدا لكن هي بالتأكيد مؤسرة نمرة اثنين ودي علامة الاستفام الكبيرة واللي أنا هتكلم فيها النهاردة في حلقة السادسة في حوارنا مع نجميلنا النهاردة شرفنا كابتن أشرف ممضوع التباين في مستوى الأداء الأهلي تقريبا من بعد نهائي دوري الأبطال يماشي على سطر وبيسيب سطر يعني إحنا رجعنا من نهائي دوري الأبطال لعبنا مباراة كويسة جدا قدام استين كامباني في غياب مجموعة كبيرة جدا منهم الدوليين ده كان الاتفاق مع إدارة استين كامباني ومع ربطة الأندية أن المباراة دي تتأجل في مقابل الأهلي لعبها من غير لعبته الدولية ورجعنا وكنا خارجين من حالة معنوية صعبة جدا طبعا ولعبها خسرنا أهم لقب في الموسم ده بفعل فاعل كلنا عارفين ملابساته أحساس أنك تعرضت لظلمة أو أنه اللقب تسرق منك بالتأكيد مسل حالة من حالات الضغط على اللعب ورغم كده رجعت تدخل في منافسات الدوري مرة تانية ولعبت مع استين كامباني وقدت مباراة كويسة جدا وكسبت المباراة دي بنتيجة أربعة من استين كامباني رحت للزمالك قدمت شرط حلو وقدمت شرط سيء جدا لكن إجمالا كانت مباراة كويسة وكان ممكن أهلي يعني يحسمها لصالحه ويخلص في المباراة بدري بدري من مباراة الزمالك رحت لمباراة Pyramids في الكاس تتخرجه من بطولة الكاس وتحرمه من هو يحرز أول ألقابه ومنها رحت لسموحة قدت مباراة يعني كورة الحقيقة أنا بشوف أن كورة لأهلي في ماتش سموحة كانت كويسة لكن في النهاية كانت نتيجة لصالح سموحة وضيعت ثلاث نقاط في منتهى الأهمية تولى المسؤولية ميستر ريكاردو سوارش لعبت مباراة لا بأسة بها في كاس مصر في الدور قبل النهاية مع بيترو جيت وقدرت تكسب من بيترو جيت رحت للجونة قدمتوا مباراة مش أحسن حاجة في الدنيا وخسرت نقطتين برضو في منتهى الأهمية في السباب بتاع الدوري بعد كده من مباراة الجونة رحنا لمباراة قبل مباراة Pyramids فكروني كانت مباراة مين بعد الجونة أنا فاكر أنه بعد الجونة كانت مباراة يعني كان في مباراة تانية أعتقد أننا فزنا فيها بين الجونة بعد الجونة المباراة التي تعدلنا فيها مع الجونة وخسرنا فيها نقطتين رجعنا مرة تانية كسبنا فيوتشر كسبنا فيوتشر 4-0 معارضة أكتر من رائع ورجعت مرة تانية فالكيرف أبس أندونز الكيرف الأهلي عالي جدا وبعاكده مش في أحسن حالاته عالي جدا وبعاكده مش في أحسن حالاته دي المعضلة اللي بعتقد أنها يمكن تكون مقلقة جدا نقدر نخلصها إزاي أنك تتوج في كاس مصر وتتوج على مين على حساب الزمالك اللي هو المنافس الأبرز أو الأهم بالنسبة لك في الدورة تخلص من حالة التوتر وتخلص من حالة الضغط وتصدرها للمنافس بتاك لشان كده أنا بقول دوركم مهم جدا جمهور النادي الأهلي اللي مش بيشجع وقت المباراة وبيفرح لما الأهلي بيكسب وبيزعل وبيغضب لما الأهلي بيخسر لا الجمهور اللي عايش نادي الأهلي دوركم مهم جدا 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 في ال72 ساعة اللي جايين والأهلي من النهار ده بيرجع للتمرين مرة تانية عشان يستعد لمواجهة الزمالك إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي هنروح مع حضراتكم طبعا زميلنا محمد توفيه جاهز طيب زميلنا محمد توفيه جاهز من داخل النادي الأهلي في الجزيرة نتعرف منه على أخبار الفريق وعودته للتمرين واستعداداته للزمالك وقفل ملف بيرامتز نهائية مساء خير يا محمد سهل خير زميل عزيز أحمد تحياتي ليك ولكل مشاهدة متابعة قناتنا دي أعرف كل مكان خليني أعرف منك النهار ده أول يوم طبعا مبارح كان راحا بعد مواجهة بيرامتز النهار ده أول يوم يبدأ فيه الاستعداد الفعلي لمباراة الزمالك كلمني إذا كان فيه برنامج حتى مستر ريكاردو سوارش على مدار التلات يام اللي هم بيسبقوا المواجهة زي ما ذكرت بالضبط زميل أحمد يمكن مبارح كان راحا للفريق عقب مباراة بيرامتز النهار ده هو بداية الإعداد لمباراة الزمالك إن شاء الله مساء الخميس المقبل في نهاية كأس مصر يمكن نادي أعرفين كلنا عم بدخل البطولة أول مباراة وهو حمل اللقب ب37 لقب من قبل وإن شاء الله يكون ده اللقب الثمانية وتلاتين عشان لعبة النادي أعلى الصالح كل جماهيرها بإذن الله ويقدموا عرض قوي يليق باسمه تاريخ النادي الأهلي يمكن بداية الإعداد كانت النهار ده اللعبين والجهاز الفني موجودين من بدر جدا يمكن من الساعة أربعة التدمرين بدأ في السلسة إلى الربع ودوقتي يشغال حالا وأنا معاك على الهوى يمكن كابتن سالح حفيز سامح بس له سواء قناة النادي الأهلي أو كمان للموقع الرسمي بالوجود أول خمس ديام الميران وبعد كده تم إغلاق الميران تماما يمكن كان فيه سبق الميران محاضرة للمدير الفني مستر ريكاردو سواريش مع اللعبين سواء محاضرة فيديو أو محاضرة نظرية وكمان كابتن سالح حفيز تكلم معهم عن أهمية هذه المباراة وأهمية المرحلة المقبلة والتتويج ببطولة أعتقد زي ما أنت قلت في مقدمتك يا أحمد هتكون فتحة خير سواء على النتائج بالنسبة للدورة أو كمان مشوار الفريق في الموسم بشكل عام يمكن من الدقائق الأوليال التي حضرناها للميران اليوم يمكن طبعا فيه تركيز كبير جدا على الأحمال البدنية للفريق يمكن طبعا نظر حالة الإجهاد بيتم التعامل بشكل حرص تام مع اللعبين في هذا الجانب من بعدها يمكن مستر سواريش كابتن سامو أونسان وجميع المساعدين يمكن كان بيجمعهم يعني زي ما بقول اجتماعات كده وتجمعات كبيرة جدا في الميران بيتكلموا عن الخطط والتيكتيك اللي هيلعبوا به في الفترة الجاية وطبعا تأهيل وتجهيز اللعبين لها هذه المرحلة زي ما أنت قلت دي بداية الأعداد وإن شاء الله تكون بداية خير ويكون تتويج ببطولة غالية جدا على كل جماهير النادي الأهلي وإن شاء الله تكون بداية لسلسلات انتصارات وعودة النادي الأهلي لما كانوا الطبيعي بإذن الله ويكون موسم نجح بإذن الله على كل جماهير النادي الأهلي هل تتوقع أو هل من المتوقع إذا كنت تواصلت مع الجهاز الطبي أو من واقع متابعتك للدقائل ولا من التمرينة النهاردة محمد أنه يكون فيه عودة لبعض الوجوه اللي غابت بسبب الإصابات أو بسبب الإجهاد أو بسبب حتى رؤية الرؤية الفنية للجهاز الفني في الفترة الأخيرة قبل مباراة الزمالك كانت كلمنا مع الجهاز الطبي أو كمان مع جهاز بسبب حفيز هو مش عايزين يستعجيله أبدا فيه ملف المصابين ويمكن زي ما بقول كده رفضوا الحديث في هذا الأمر تماما هم أهم حاجة بقوله أن اللاعبين اللي موجودين معنا يكونوا بخير بإذن الله مركزين معهم بشكل تام جدا اللعبة طبعاً هتكون لها كمي الناحية الطبية هيتم عرضها على الجهاز الفني اللي هيحدد مدى تأهلهم أو تأهلهم من الناحية البدنية والفنية اللي يكونوا موجودين في المباراة من عدمه ولكن يمكن الجميع رفض الحديث في هذا الجزء الزميلة أحمد هم بس أهم حاجة بقوله أن احنا من قطر الإصابات بقى خلاص أهم حاجة أن المجموعة اللي موجودة معنا إن شاء الله ربنا يسلمهم من أي شر وإن شاء الله طبعاً يمكن في مجموعة كبيرة جداً من اللاعبين بإذن الله عقب مباراة الزمالك يا أحمد هيرجعوا وإن شاء الله يعني يكون الاسكواب بتاع النادي الأهلي بإذن الله من بعض المواطن الزمالك والمباراة المقبلة يكون عدد كبير جداً من اللاعبين خاصة في الخط الأمام إن شاء الله يكونوا موجودين مع الفريق وبإذن الله كل اللاعبين النادي الأهلي يعني بنسأل ربنا إن شاء الله يسلمهم جميعاً من شاء الله إصابات يمكن إجهاد يا أحمد وإصابات بالجملة أعتقد دي حاجات كتيرة جداً مؤثرة سواء على مستوى الفريق أو نتاويه كمان بفترة الأخيرة وده للناس كتيرة جداً بتخفلوا للأسف في هذه الفترة بقدر بنون وعليو ديانج اتمرانوا النهاردة مع الفريق يمكن هو الجهاز الفني أسم التدريب لحصتين يمكن تدريب طبعاً للعبين اللي شاركوا في مباراة برامج كان ليهم برنامج تدريب خاص وبقية الفريق أو بقية الفرقة كلها أو بقية اللاعبين كان ليهم برنامج خاص تاني يمكن بدأ التمرين باللعبين اللي كانوا بشاركوا بصفة أساسية في المباراة الأخيرة طبعاً على شأن الحمل البدن بتاعهم هيكون أقل شوية وبقية اللاعبين يمكن تم تدريبتهم تدريبتهم بدأت في الجيم وبعد كده إن شاء الله يكون خروجهم تاني ومشاركتهم في المران الجماعة مع بقية الفريق بإذن الله إن شاء الله كل التوفيق لرجالتنا وهنتابع طبعاً معكم لحظة بلحظة لكم الصورة يومياً من تدريب الفريق بشكر الزميل عزيز محمد توفيق على أخبار تمرينة الأهلي النهاردة والحقيقة يمكن من ضمن الكلام على حالة الاستهداف اللي بتدت بها حالة النهاردة أنا عايز أقول لكم ما فيش اسم من أسماء النجوم الكبار أو كباتن الفريق الكبار إلا ما تم استهدافه بخبر علي معلول لم ينجوا الشناوي لم ينجوا عمر السلية لم ينجوا كلها أخبار الحقيقة بتهد في قط اللبس كلها أخبار للأسف شديد جداً بعيدة تماماً عن الحقيقة وليس لها أي أساس من الصح طيب النهاردة كان فيه والأهلي الحقيقة يمكن يعني حبك وانتمائك وفخرك بالنادي الأهلي مش بس لفكرة أنه النادي البطل أو النادي مصدر الفرحة والسعادة أو النادي صاحب الأرقام القياسية والبطولات لكن الحقيقة كمان جزء أساسي أنه هو فخر الآية مصري هنا لا يقتصر الأحساس بالفخر على الأهلوية فقط ولكن أعتقد أنه على المصريين كلهم من حقهم أنهم يفخروا بوجود كيان ناجح وإدارة نجحة في مختلف الأجيال بترفع من اسم النادي الأهلي سفير وممثل الرياضة المصرية في كل مكان اللي حضراتكم شايفينه ده لقطات من زيارة وفد من نادي الوحدات الأردني بحضور رئيسه طبعاً لسيد بشار الحوامدة ومع الوفد المرافق لي الجنف الزيارة للنادي الأهلي زي ما أنتم شايفين طبعاً الأهلي بيعتز بالعلاقات التي تربط بكل الأندية العربية الشقيقة وكل الأندية الأفريقية ودائماً في حرص كبير من إدارة النادي الأهلي على التواصل وعلى حسن الضيافة وعلى حسن الاستقبال للجوف من الأندية المختلفة وده اللي أكد عليه السيد بشار الحامدر رئيس نادي الوحدات الأردني لزار النادي الأهلي والهدف من الزيارة الحقيقة أن يبقى فيه نوع من أنواع التعاون المستمر والاستفادة من تجربة النادي الأهلي اللي على حسب أو على حد تعبير طبعاً رئيس نادي الوحدات الأردني شاهدت طفرة كبيرة جداً على كل المستويات مش بس على مستوى تحقيق الإنجازات والبطولات للفرق الرياضية المختلفة ولكن كمان على مستوى الاستثمار والاقتصاد وتطوير البنية التحتية يمكن ملخص الزيارة هتبقوا معنا في التقرير اللي جاي ونرجع لحضراتكم في البداية شكراً للنادي الأهلي للقائمين على الإعلام في النادي الأهلي شكراً لرئيس مجلس الإدارة الكابتن الخلوق محمود الخطيب زيارة مهمة وتاريخية لنادي الوحدات وبداية التعاون إن شاء الله مثمر ليست اتفاقية وحبر على ورق ولا بروتوكولات رسمية بعيدة عن كل هذا الموضوع سيكون هناك عمل على أرض الواقع تم التنسيق من هذه الزيارة منذ فترة طويلة لكن ظروف منعة الناديين يكون في اجتماع سريع لكن إن شاء الله ستكون هذه بداية مثمرة للتعاون على أرض الواقع اليوم تم طرح العديد من المواضيع مع الكابتن الخطيب فيما يخص في تعاقدات اللاعبين هل ممكن الوحدات يستفيد من اللاعبين في النادي الأهلي خصوصاً لما عندهم فرصة بالفريق الأول ممكن يستفيد منهم الوحدات بدلاً من نتعاقد مع اللاعبين غير معروفين اليوم النادي الأهلي موجود وهو نادي نحن نفتخر فيه بالأردن نادي يعشق الملايين صراحة كما يعشق الوحدات الملايين ناديين جمهريين اليوم إذا اتحدت القوى أكيد فيه نتائج على الأرض قوية جداً طلعنا على التجربة الاستثمارية في النادي الأهلي وكيف يتم تسويق شعار نادي الأهلي وهو الأهم وطبعاً تجربة ناجحة فعلياً وقوية جداً إن شاء الله الوحدات يستفيد منها بشكل إيجابي ومهم يقدر يستفيد من شعار نادي الوحدات بشكل أفضل اليوم فيه الوحدات عنده متجر إلكتروني وطريقة تسويق معينة لكن لازم نطلع به ونرتقي بالفكر للمستوى اليوم شفناه في النادي الأهلي في موضوع التسويق واستغلال الشعار بطريقة فضلة هذا هي بداية التعاون إن شاء الله ستكون العديد من المجالات سيتم توقيع اتفاقية قريباً جداً بعدما اتحطينا الأطر والخطوط العريضة لهذه التفاقية والتفاقية تعاون فعلياً على الأرض وتم دعوة النادي الأهلي لزيارة الأردن ولعب مباراة ودية مع نادي الوحدات وجمهير نادي الوحدات وجمهير الأهلي في الأردن متشوقين لأخواننا المصريين وبالخصص النادي الأهلي على الأراضي الأردنية يعني نادي الأهلي نادي متكامل يمكن هذا المقر واحد من أربع مقرات في محافظة واحدة وهذا إنجاز يحسب للنادي الأهلي يعني بصراحة منظومة متكاملة قاعات رياضية مجهزة لللاعبين بكل النشاطات المختلفة ملعب التدريبي صلاة مختلفة للألعاب الفردية والألعاب الجماعية الاهتمام بالجانب الاجتماعي في النادي الأهلي مهم جداً بصراحة وجود العائلات ودعمهم للنادي هذا غير إنه مصدر داخل للنادي لكنه فعلاً مهم جداً يكون في عنا مرافق وتهتموا بالأعضاء الموجودين بالعكس تجربة جميلة جداً وإحنا متمنى أن هذه التجربة تنتقل للأردن لدينا شيء مصغر لكن سيتم تفعيلها بشكل أكبر إن شاء الله في الأيام القادمة النادي الأهلي جمهريته عالي جداً إحنا اليوم نعتبر جمهور نادي الوحدات وجمهور نادي الأهلي جمهور واحد بتعرف أنا بعتبرهم نادي الشعب نادي الطبقة الوسطى لكنها الكادحة والفعالة والمحبة والعاشقة لكرة القدم اليوم إحنا لما يكون في بطولة وفيها النادي الأهلي جمهور نادي الأهلي بتحضر المباريات وبتشجع النادي الأهلي كما هو الحال في الأردن المعظم من الإخوان المصريين في الأردن برضو عاشقين وكانوا مع نادي الوحدات ودعمين لنادي الوحدات في البطولة الأسوية العلاقة قوية جداً إن شاء الله لما يكون في مباراة وقريباً راح تكون إن شاء الله مع نادي الوحدات في الأردن راح تشوف هاي العشق الجمهيري اللي موجود بين الجمهور الوحدات لنادي الهلي نهاردة في مباراة مهمة جدا كل التوفيق لرجالتنا منتخب اليد هي لعب النهاردة فينال أفريقيا في مواجهة الرأس الأخضر في إدار حلم مشروع بتحقيق البطولة التامنة في تاريخ مصر كل التوفيق إن شاء الله رجالتنا وقادرين نحسم اللقب مدامة البطولة على أرضنا ودي الحقيقة يعني أنا دائماً أنا بكلم على اليد في منتاز سعادة الشعور بالأرياحية ده يعني إحنا بنفتقده في حاجات كتيرة جدا بنفتقده في كرة القدم في المقام الأول والأخير الفوارق كبيرة لو كلمنا على مصطوى أفريقي وحتى الفوارق بيننا وبين كبار العالم بقت قريبة جدا لدرجة أنك أنت بتلاعب أي منتخب في العالم النهاردة عندك أحساس من جواق قناعة من قبل اللقاء ما يبدأ إنه مصر جداً ممكن تفوز على عكس بقى اللي إحنا بنحسه في كرة القدم اللي هو إيه إحنا بنقابل منتخب كبير بنقابل منتخب صغير دايماً حطيم إيدينا على قلبنا وبمناسبة الفوارق الحقيقة خلينا أقول لكم خبر بس متعلق باليد النهاردة التحدي الأفريقي برئاسة البنيني منصور أريم وأعلن عن فوز مصر بتنظيم بطولة كاس أمم أفريقيا للرجال في النسخة رقم 26 المفترض إن شاء الله إنها هتنطلق في 2024 مصر بإذن الله إن شاء الله هتستضيف البطولة تحديداً خلال شهر يناير واللي هتأهل من خلالها طبعاً المنتخبات اللي هتمثل قارة إفريقيا في أولمبياد باريس ومصر يمكن استضافت كمان بطولة العام ده على مجمع الصلاة المفترض النهاردة تشهد البطولة دي نهائي اللي هجمع بين مصر وبين كاب فردي أو الرأس الأخضر خليني أتكلم شوية عن الفوارق سريعاً جداً لأن الحقيقة الأهلي طول عمره يعني أرقامه هي اللي بتقول ده مش خبي ولا انتمائي اللي يخليني يا جمل نادي الألف حاجة زاكد أرقامه بتقول أنه بعيد كل البعد الفوارق بينه وبين كل الأندية على المستوى الأفريقي والمحلي والمستوى العربي كمان كبيرة جداً وبالتالي بيجد إلى حد ما الريحية في تحقيق الألقاب والبطولات الحتة دي غابت شوية السنة دي وليها أسباب خارجة عن إرادة الجميع أهمها طبعاً سوق التنظيم المستمر في البطولات المحلية لاستمر لمدة تلات مواسم ده نمرة واحد نمرة اتنين نجاح النادي الأهلي في الوصول والتتويج في البطولات القرية وده الحقيقة زود من حجم المجهود المبزول من اللاعبين على مدار ثلاث مواسم متلحمة لا فيها فترات راحة سلبية ولا فيها فترات إعداد نمرة ثلاثة والجزء ده برضو في منتقى الأهمية أنه معظم لعبة النادي الأهلي لعبة دولية كاد بتشارك مع منتخبات مصر سواء منتخب أول أو منتخب أولمبي أو بتشارك مع منتخباتها وهنا بقصد اللاعبين المحترفين سواء ديانج مع مالي أو مع لولو مع تونس أو إلى آخره فبالتالي مشاركاتهم كمان مع منتخباتهم زودت من حجم الإرهاق الكلام مالوش علاقة بالموسم ده الموسم ده إن شاء الله بإذن الله نقدر بإذن الله نحسم الألقاب اللي احنا بنفس عليها لكن الكلام على الموسم القادم احنا في حاجة مسة لاستعادة الجاب اللي كانت موجودة بيننا وبين الفرق على المستوى الأفريقي لأنها ما زالت موجودة يمكن على المستوى المحلي لكن على المستوى الأفريقي عشان نقدر إن شاء الله بإذن الله ننفس بقوة علاقة بالأفريقي ومنه في بطولة كسر عالم محلم إن شاء الله بإذن الله للمشاركة فيها خلينا نروح لفاصل وبعد الفاصل نتواصل معاكم في السادسة واحد من أساطير الكرة الكاميرونية حارس المرمى الشهير طبعا أنتوان بيلو اللي يمكن تابعوا الكرة عندنا في التمانيات عارفوا أنه لعب في مصر هنا للمعاولين العرب وكان الحقيقة جيل نموزاجي جيل ما يتنسيش للمعاولين نحقع معا بطولة أفريقيا وشارك طبعا مع منتخب الكاميرون في بطولة كسر عالم ولعب بعد كده واصل يعني مشواره الاحترافي ولعب لوليمبيك مارسيليا ومرسيليا في التوئيد ده كان واحد من فرقة تييلة جدا في أوروبا وانتوان بيل حارس مرمى منتخب الكاميرون والمعاولين ومرسيليا هو ضيفنا في السادسة كان مفترض يزهر معنا طبعا فيديو كونفرنس صوت وصورة لكن وجود مشاكل تقنية عندهم هيكون معنا من خلال تليفون انتوان بيل طبعا بشكرك على مشاركتك معنا في السادسة وأهلا بك على قناة الأهلي شكرا لكم جزيلا أنا سعيد جدا بتواجدي معكم وأعتقد أنه من دواعي سروي يتواجدي معكم مش ممكن تكون موجود على شاشة مصرية وما بتديش معاك الكلام بذكرياتك أنت كنت واحد من نجوم الكرة في مصر واحد من نجوم الجيل الدهب لفريق المقاولين وحاقت معاه بطولات كتير ومنها بطولة أفريقيا يعني لازم أبتدي معاك عن أهم ذكرياتك اللي استرجعتها بمجرد معرفة أنك أنت هتتواصل معنا هنا في مصر أجل بالطبع لدي العديد من الذكريات الرائعة شخصيا وكما أردتم أن أتحدث معكم كان لي دائما أن أفضل أن تتحدث مع تلفزيون مصري ودائما أن أمتلك الذكريات التي أسطرت في حياتي في مصر هل هناك علاقات تربطك بلاعبين مصريين سواء في نادي المقاولين أو غيرهم من الأندية المصرية؟ نعم نعم يوجد يوجد القليل منهم نحن على اتصال بالقليل ندر السيد أنا على اتصال به وأدر القربي وبعض الأسماء الأخرى بداية أنا أكلمك على أهم المباريات أو أهم الأنجازات اللي أنت حققتها أو بتعتز بتحقيها أثناء لعبك لفريق المقاولين العرب قبل أن أتحدث عن أفضل المباريات أود أن أتحدث على أول مبارياتي مع الفريق أنا لعبت مباريات رائعة ضد الأهل وأود أن أتحدث عن هذه المباريات بشكل خاص وكانت مباريات ضد الأهلية ومهمة جدا أكثر من مهاجمين اللي كنت بتعملهم حساب أو كنت بتخاف منهم وانت بتلعب معهم في أثناء وجودك في مصر هذا هدف كابتن خطيبة أعتقد فده قبل نهائي بطولة كاسكوس أفريقيا أعتقد يعني يوجد العديد العديد من اللاعبين الجيدين الذي كان يستطيعون التهديف وطاهر أبو زيد بيبو بالطبع الرائع والعديد من اللاعبين الذي يتذكرهم جمال عبد الحميد أيضا ومصطفى عبدو كل هذول اللاعبين كانوا على مستوى عالي وخطير واضح أن زاكرتك قوي خليني أبركلك على تأهل الكاميرون طبعا لبطولة المشاركة في بطولة كاس العالم والبداية الحقيقة قبل ما تكلم على كاس العالم حابب أتكلمك على تنظيم وانت بتكلمنا طبعا من دولة في الكاميرون الدولة العاصمة دلاتي في الكاميرون خليني أكلمك على تقييمك لنجاح الكاميرون في استضافة بطولة أمام أفريقيا وإزاي بتشوف خروج منتخب الكاميرون من دولة قبل النهاية قدام منتخب مصر أعتقد أن بالنسبة لكاس العالم أعتقد أنهم الكاميرون استعدوا بشكل جيد وبأداء جيد وبمبراط قوية ما أدى لتواجدهم في كاس العالم وهم ما زالوا يعملون بجدة من أجل الإعداد الجيد لكاس العالم هل تتوقع أنه أي من المنتخبات الأفريقية الخامسة التي تأهلوا البطولة قادرين على أنهم مش هاولي نفسه لكن على أعلى تأدير يقدروا يوصلوا لمرحلة بعيدة في مشوارهم في كاس العالم عندنا كاميرون سنغال تونس المغرب غانا في منتخب من دول ترشحوا أنه يقدر يعني يروح لبعيد لدور تمانية لدور قبل نهاي في بطولة كاس العالم أعتقد أن الفريق الأفضل هو السنغال أعتقد هو يستطيع الوصول لدور التمانية وممكن المغرب أيضا المنتخب الكاميروني قد يحدث المفاجأة ويذهب بعيدا ولكن ستكون مفاجأة ليس على الورط أنت كنت صاحب تجربة أعتقد أنها نجحة جدا في الفترة اللي عبت فيها في أولمبيك مرسيلي ويمكن من التوقيت ده من المرحلة دي من الزمن ده للنهاردة عدد كبير جدا جدا من نجوم الكرة الأفريقية تقلقوا ووصلوا لنجاحات كبيرة جدا مع أهم الفرق في أوروبا وكانوا سبب في تتويج الفرق دي ببطولات كبيرة جدا وأربط ده بمنتخب فرنسا اللي فاز بآخر نسخة في كاس العالم منتخب أغلبه كان من أصول أفريقية اللي بيمنع من وجهة نظرك أنه منتخب أفريقي يوصل لمنصة تتويج في بطولة زي بطولة كاس العالم أعتقد أن الفرق الأفريقية عندما يذهبون لكاس العالم هدفهم هو فقط الصعود لكاس العالم وليس الحصول على مراكز عليا والهدف الأكبر أن يصعد من دور المجموعات ولكن نحن لدينا لعبون قوياء وفعلا كما قلت مؤثرين في أوروبا مع فرقهم ولكن نحن لا نود أن نطور الفرق على نفس مستوى اللاعبين الذين يصلوا بفرقهم في أوروبا لأعلى المراكز وأعتقد أن هذا شيء يجب تغييره ويجب التركيز عليه أن نغير طريقة فكرنا من أجل الفوز وبمثال نحن نرى المتحدة المصري يتقدم بأداء رائع ومن ثم يتوقف ولهذا أستغرب مثلا عن طريق الأهلي الأهلي يفوز دائما هل يفوز بدوري أبطل أفريقيا ولماذا المنتخبات هتحصل على هذه الألقاء ممناسبة بطولات أفريقيا كلام في الاتحاد الأفريقي عن إقابة بطولة مستحدثة بطولة جديدة يعني البطولة اللي كنا سمعنا عن إمكانية تنظيمها أو الرغبة في تنظيمها في أوروبا ولكنها قبلت برفض كبير جدا وبالتالي تحول اتجاهها لقارة أفريقيا وهي بطولة السوبر ليج رأيك في إقامة البطولة دي هل من الممكن أنها تصب في مصلحة تطوير الكرة في على مستوى قارة أفريقيا أم لا؟ أحدكم تعلمون أن المباريات والبطولات دائما ما يوجد بها مشاكل في التنظيم فمثلا بما يخص البطولة السوبر ليجا طبعا هذا شيء جيد ولكن المهم أن يكون يوجد اللاعبون يشاركون بالكامل بها من أجل تطويرهم من أجل تطوير فريقهم ومن أجل امتلاك بطولة قوية ولهذا يجب تواجد جميع اللاعبين وليس أن تقوم فقط باللعبين محلين على سبيل المساء إذا حدث هذا طبعا سنتقدم ولكن إذا حدث بدون اللاعبون الدوليون واللعبون المهمين في أوروبا المحترفين في أوروبا لن يعود هذا بالنفع على القرى الإفرقائية أنتوان بيل حدث مرمى منتخب الكاميرون كنا سعداء جدا بمشاركتك معنا وعلى وعد أن يكون لنا لقاء تاني أثناء بطولة كس العالم إن شاء الله تكون موجود معنا هنا واتتابع معنا أداء منتخب الكاميرون ونتحلل لنا مشواره في البطولة بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك كل مرة جاء إن شاء الله نتقابل صوت وصور ده كان لقاءنا مع أنتوان بيل واحد من أساطير الكرة الكاميرونية اللي كان ليه مشوار ناجح جدا في مصر مع المعاونين العرب وكان ليه مشوار كمان ناجح جدا مع أوليمبيك مارسيليا في فرنسا فاصل وفقراتنا وحواراتنا مستمرة في السادسة كده بنراهن على مواجهة كل الظروف الصعبة وليس فقط نتيجة الموارات الأخيرة قدام بيرامدز الظروف الصعبة اللي وصلت الفريق اللي زي ما قلت الحرارة بكده لأنه الناس بقى قلقانة أو متخوفة مازلنا حتى اللحظة اللي بيكلم حضراتكم فيها كل شيء في الإمكان ومازالت كل البطولات اللي بيلعب فيها النادي الأهلي سواء كاس قديم أو جديد أو حتى بطولة الدوري فيها المتناول المهم وده الرهان الأكبر حالة الصحوة والاستفاقة اللي برانا عليهم في 72 ساعة اللي جايين واللي قلت لحضراتكم في بداية الحلقة إن دور الجمهور مهم جدا 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 في الثلاث يام اللي جايين خلينا نتكلم أكتر على مواجهة نهاية كاس مصر مع نجمينا النهاردة وضفنا لنعتز دايما ونتشرف بوجوده معنا كابتن أشرف ممضوح مساء خير يا كابتن أشرف مساء الخير ودايما سعيد بوجودي معاك وأنا دايما سعيد جدا ولازم أقول نهاردة الشياء كان يعني معدي العشرة على العشرة طول عمرك كل سنة طيب أحمد وكل سنة وكل مصر والوطن العربي والأمة اسلامية يا رب دايما يا رب دايما خليني أبدأ معاك من المرحلة اللي فاتت كلها أشرف أنا يمكن كنت ابتدت في أخبار النهاردة قلت أن أكتر حاجة يمكن بمثلها للناس إعلان تستفهام هي فكرة الكورف بتاعنا دي الأهل الكورف بيعلى قوي قوي وتلاقي تاني ماتش عطول نزل وبعد هي عالي وبعد هي نزل ابتدى ده مع سامي قمصان من أول ما تولى المسؤولات بعد رحيل مستر كتسو موسماني رجل جي في ظروف صعبة جدا رحيل جهاز فني أكيد أنت عارف أنه بيمثل ربكة لأي وضة لبسه لأي فريق وكابتن سامي قمصان تولى المسؤولية لعبنا ماتش إستن كامباني من غير الدوليين ومن غير المصابين ولعبنا ماتش كويس قوي وكسبنا ماتش اللي بعده كيرف نزل ماتش اللي بعده طلق وهكذا لغاية لما جنا لتولي مستل سوارش المسؤولية آخر ماتشين نفس الحكاية ماتش فيوتشر أعلى مستوى أعلى أداء أعلى نتيجة ماتش بيرميدز مفيش روح مفيش أداء مفيش نتيجة التباين ده من وجهة نظرك تفسيره ايه او تبريره ايه من وجهة نظر أشرف منذ طيب احنا دايما متفقين هنا انه انه النادي الاهلي في الثلاث سنين اللي فاتوا او ثلاث مواسم اللي فاتوا فيه فيه ضغط كبير جدا جدا ضغط على المستوى البدني والفني والزهني نتيجة تلاحهم المواسم وبالتالي فيه أجهات كبير جدا جدا علىedi 50% من لعبة النادي الاهلي لأنه بيلعب النادي الاهلي وبيلعب في المنتخب مصر بشارك بشكل اساسي مع النادي الاهلي في خمس ستة بطولات خلال الموسم وبالتالي وبالتالي انت عندك ضغط بدني جدا 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 واجهات بدني جدا جدا على لعبة النادي الاهلي وتلاعهم المواسم ده عدى للنتيجة اللي كلنا كن Cauca أعتقد أنه لم يكن متوقع أنه يجب أن يحصل على مستوى الأداء الفني والبدني في الفترات الفاترية؟ هل هذه الفكرة لم تكن مقابولة بالنسبة للجمهور؟ يعني يمكن أن نتكلم في ثلاث مواسم، اتكررت فيهم هذه الكلمة الإجهاد وتلاحهم المواسم، عدم وجود رحات سلبية، عدم وجود فترات، من كتر ما تقالوا؟ هل النسبة لهم بقى مبرر؟ دعني أتكلم بصراحة شديدة جداً، لأنه أنا براهن دائماً على جمهور ناد الأهلي، جمهور ناد الأهلي في كل مكان، أنا دائماً براهن عليهم، ولازم القلة الموجودة دلوقتي تعرف، ونفاهمهم أنه ليس فقط الإجهاد البدلي، ليس فقط أن ناد الأهلي لا يفوز ويتأوج بالبطولات، أنت مساند وتفرح وتتبسط، وقت الأزمات ده، وقت الانكسار ده، هو دور جمهور ناد الأهلي، لا، لا، لا يفوز ويتأوجد الكسار، كل البروباجندة التي حصلت دي، أنت لسه تنفس، على فينا الكاس، لسه تنفس على بطولة الدول، لسه في حضل 9 مباريات، 11 مباراة عندنا لنادي الأهلي، وبتالي أنت لسه تنفس على كل بطولات المحلية الموجودة، فترة الانكسار، أتكلم عن المستوى الأداء، وأتكلم شوي على بعض النتاج السيئة التي فاتت، ولكن في بعض جمهور ناد الأهلي، لذلك ليس كل جمهور ناد الأهلي كده، بالعكس، هناك جمهور ناد الأهلي الواعي، دائما عارف أنه هناك منصات كثيرة جدا على مستوى السوشال ميديا، تتحارب ناد الأهلي فترات التي فاتت، وهتحارب ناد الأهلي الفترة التي جاء، نتيجة أنها تساند منافس، أو بشكل أو بأخر، ولكن دعنا نتكلم بصفة عم أحمد تتكلم على مجلس نادي الأهلي مش بس فريق كورا تتكلم على النادي الأهلي ككل مجلس نادي الأهلي في السنوات اللي فاتت نجح بشكل كبير جدا على مستوى فريق كورا تواصل فينال أفريقيا ثلاث مرات حصلت منهم على اثنين سوبر أفريقي سوبر محلي كمان على مستوى كاسل على أند اثنين كمان كاسل على أندية وبالتالي انت حققت إنجازات كبيرة جدا جدا الفترات اللي فاتت على مستوى فريق كورا القدم أعتقد الأفضل في أفريقيا ومش بس في مصر في الفترات اللي فاتت طيب على مستوى الرعاية أفضل رعاية حصل عليها مجلس إدارة في تاريخ النادي الأهلي وفي تاريخ مصر النادي الأهلي في الأربع سنين اللي فاتوا 500 مليون جنيه هيوصل للمريون الجنيه بعد أربع سنين انت بتتكلم نجاح باهر لمجلس إدارة صحيح الانكسار البسيط على مستوى الأداء ومستوى النتائج في الفترة اللي فاتت دي يعني موزع جدا 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 الجمهور النادي الأهلي أنا دايما متعود الجمهور النادي الأهلي النادي الأهلي دايما بينافس على كل بطلات ونحن لسه ستيل موجودين في المنافس على البطلات المحلية المشكلة فين؟ المشكلة أعتقد أنه زي ما تكلمنا بداية في تلاحم المواسم السببب التاني هو يعني فترة رحيل موسماني عايز أقول أنها في وسط الموسم ونحن مش متعودين في النادي الأهلي على ده وأعتقد أنه دي بتأثر بشكل كبير زي ما قلت أحمد على غرفة ملابس النادي الأهلي مش بس على الأداء داخل الملعب بتتكلم فيه أنه سوارش لسه قدامه فترة طويلة لغاية بيبتدي يتفهم الموقف ولسه يبتدي يدرس لعيب النادي الأهلي يبتدي يدرس الدور المصري فأعتقد أنه لسه قدامه وقت مش حادر أتكلم على سوارش دلوقتي ولكن هو لازم يكون عنده بلان اي و بلان بي يعني دلوقتي الفترة الأولى دي الفترة التولية المسئولية محتاج أنه يعرف أنه جمهور النادي الأهلي لن يقبل أبدا بأنه يخسر الدوري أو أنه يخسر بطولة الكاس وبالتالي أنت لازم يكون عندك مبدئيا فكر أنه النادي الأهلي لازم حينافس على البطولات دي في الفترة دي ودي لازم في البداية كن ده فكره تطوير الأداء والتغيير بقى في الاسكواد للنادي الأهلي والتعاقدات الجديدة ورحيل بعد اللعبين أعتقد أنه دي لازم يأجلها شوية مع التفكير فيها طبعا الدائم ولكن لازم يكون ماشي فيه خطين متوازين أنه بينافس على البطولات لآخر نفس وأنه لازم يكون برضو بيفكر بشكل جدي في الفترة اللي جاية في التغييرات اللي ممكن تبقى موجودة أو التعاقدات الجديدة علشان يقدر يطور الأداء ده محتاج إيه؟ محتاج صبر كبير جدا جدا من جمهور النادي الأهلي مساندة غير طبعية الفترة اللي جاية من جمهور النادي الأهلي لأنه مجلس الدراء لم يقصر الفترة اللي فاتت تماما في التعاقدات وفي مطالبه مستر مسماني في كل التعاقدات اللي طلبها أعتقد وبنسبة 100% مستر سوارش لو ابتدى في التفكير في تعاقدات الفترة جاية النادي الأهلي أو مجلس الدراء لن يتوانى لحظة في أنه ينفذ هذه التعاقدات وبالتالي المرحلة دي محتاجة دعم كبير جدا جدا من جمهور النادي الأهلي محتاجة روح الفانيلا الحمرة من لعبة النادي الأهلي لأنه في وقت من الأوقات أنت بتحتاج غرفة الملابس بقى تبقى لها دور كبير جدا جدا كبات النادي الأهلي الشناوي وأسماء كثيرة داخل فريق النادي الأهلي وليد سليمان مش عايز أذكر أسماء لأنهم كثير دلوقتي كثير ليهم دور كبير جدا 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 أحمد الفترة من أهم اللاعبين الكبار مش واحد من ضمنهم وبالتالي أنت محتاج فعلا غرفة لعبة النادي الأهلي يكون لها دور كبير جدا جدا في هذا التوقيت وهذه المرحلة لازم يكون لهم دور أكبر بكثير كمان من الإدارة الفنية ومستر سواريش أو الجهاز الفني أو كاب سامي أمصان أو حتى مجلس الإدارة لأنه لازم دورهم في تخطي التعب والإجهاد البدني والفني والزهني اللي عندهم يتغلبوا عليه بشكل كبير جدا لأنه أو روح فنالة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي المنتظرهم في البطولات دي لازم يكون لي فسابت كثيرة جدا أنا عارف دايما أنه مطشاط الأهلي والزمالك في أي بطولة يعني في كاس في نهاية أفريقيا في دولي ده طبقاء مختلف أكيد بتبقى قصة مختلفة تمام ما لقاش علاقة بمقدمتها يعني لقاش علاقة بحالة الفيراتير أما بتبقى مباراة لي سيناريو خاص كده لكن زي ما الأهلي مش في أحسن حالاته أنا برضو ببص على الزمالك وشايفه مش في أحسن حالاته والمواجهة بين مدرستين بيكلموا بورتغالي هتبقى برضو مواجهة جديدة أو أولى من النوحة زي شايف المباراة وإيه الحاجات على الأهلي ان يركز عليها في مباراة نهاية كاس مباراة فاصلة أو مباراة بتحسم بطولة بيكون لها طابع مختلف خاصة لما تكون مع فريق منافس أو غريم تقليدي أنت بتوجه طول الوقت وبالتالي لها حسابات مختلفة وعايز أقول أنه في أفضل حالات النادي الآلي أحيانا كنا بنخسر وأسوأ حالات النادي الآلي أحيانا كنا بنكسب المباراة دي لها طابع خاص وطابع مختلف تماما أحمد عن كل المباراة ولكن أنا أعتقد وأنا بأكد لك هنا أنه مش أعتقد بأكد لك أنه حالة لعبة النادي الآلي في هذه المباراة تحديدا هتكون مختلفة تماما عن اللي شفنا في المباراة اللي فاتت وبأكد لك كمان نتيجة المباراة إن شاء الله بإذن الله بأداء وروح القتالية لعبة النادي الآلي لأن كلمت معظمهم يعني الحياة إن شاء الله هتكون مختلفة جدا جدا ولكن منتظرين دعم الجمهور مش حايزين بس يعني أسمع منك لا ده أنا النهار ده الحلقة للجمهور يظهر فيهم معدن الأهلوية الحقيقة بس هتسمح لي أروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجمينها كابتن أشرف ممدوح بالتأكيد مباراة في منتهى الأهمية مش بس عشان في نهاي كاس يعني مباراة بطولة ومش بس كمان عشان في مواجهة الزمالك والزمالك بالنسبة للأهلوية يعني هو الغريم التقليدي والفوز عليه مكسب في حد ذاته لكن كمان بشوف أنها يعني حجر زاوية يعني لو قدرت أتعدي من المباراة دي بمكسب وبطولة تفرق كتير جدا معك في اللي جاي وخصوصا أنه مشوارك مش أصعب حاجة في الدولين يعني كنت بدردش مع كابتن أشرف في الفاصل كده أحنا مشوارنا الحداشة الرماطش اللي فضلين تقريبا خلصنا تقيل كله وعشان تخوضوا الحداشة الرماطش وانت بطل كاس وكسبان الزمالك يفرق كتير جدا معك ويأثر سلبا كمان على الزمالك خلينا نتفق أن الصراع على صدارة الدوري أو على بطولة الدوري غالبا أهلي وزمالك بيرميدز صحيح موجود في الصورة لكن إلى حد ما بعيد شوية شايف إزاي المشوار التلات فرق يعني لو اعتبرنا أنه المنافسة على لقب الدوري هنقول مجازا بما أنه هم التلاتة في صدارة الترتيب الأهلي والزمالك وبيرميدز شايف إزاي مشوار التلات فرق وفرص كل واحد فيهم في مطسطة اللي بقية كتن عشر خلينا نتفق معك في البداية أنه بالفعل المباراة اللي جايها حجر زي بالفعل المباراة مهمة جدا على مستوى الناحية المعنوية للعب النادي الأهلي الفوز على الزمالك الغريم التقريدي وفوز ببطولة في وسط الموسم بالتأكيد حيدي معنويات كتيرة جدا جدا للعب النادي الأهلي ويدي معنويات كمان لسوارش مهم جدا وخلينا متفقين أنه لازم نصبر على الرجل ده شوية لأنه عنده يعني فكر معين أجندة معينة عايزي نفذها مع النادي الأهلي وبالتالي لازم الصبر عليه شوية مش خسارة مباراة ممكن نحكم عليه أو أداء في الفترة دي أنت مش مطالب منك أداء في الفترة دي تحديدا لأنه أنت في يعني يعتبر في تلتين الموسم وبالتالي أنت محتاج نتائج عشان تقدر تحقق بطولات وبداية من الموسم الجديد نبتدي نتكلم على تطوير أداء لعيب النادي الأهلي بعد إن شاء الله التعاقدات الجديدة وبعد فترة الراحة اللي ممكن ياخدها لعيب النادي الأهلي وبالتالي نصبر على الرجل شوية نحاول ندعم فريق النادي الأهلي الفترة اللي جاية علشان أنت محتاج نتائج في الفترة اللي جاية طيب لو كلمنا عن بطولة الدوري قبل ما ندخل في مباراة الكاسم بطولة الدوري النادي الأهلي فعلا زي ما أنت قلت يحمد تفضلت وقلت يعني تقريبا نخلص كل مباراة والصعبة المنافسة يعني فارق دلوقتي إحنا لسه لدينا مباراةين 48 نقطة لو كسبناهم إن شاء الله ثلاث نقاط بيننا وبين الزمالك نادي الزمالك لسه فضله الثلاث أربع فرق الموجودين في صدارة الدوري يعني بتكلم على سموحة على فيوتشر على فيراميدز عنده الاتحاد والمصري كمان عنده الفرق كمان اللي تحت عايز أقولك بزبط كده حتى كمان ما تشاط الفرق اللي تحت اللي بتصارع على الهبوط طبعا هتبقى صعبة فيراميدز نفس الحال عنده زمالك وعنده سموحة وعنده فيوتشر وبالتالي عنده مباراة صعبة جدا احنا خلصنا كل المواجهات دي المباراة اللي جاية مش فكرة سهلة ولكن على الأقل فرق نص الفرق اللي هنوجيها الفترة جاية في وسط الجدول وبالتالي عندها ارتياحية شوية في المواجهة أمام النادي الأهلي أعتقد المنافسة لسه موجودة وإن شاء الله أن دي لها اللي اللي عبتوا إداروا يستجمعوا قواهم الفترة الجاية عمرهم خزلون أحمد وده اللي بنقوله دايما الكرة القدم فيها مكسب وخسار ما فيش حاجة اسمها مكسب طول الوقت ما فيش حاجة اسمها أنا دايما موجود على منصة التتويج بصفة دايما في كل البطولات اللي بشارك فيها ولكن أنا في نهاية موسم بقول والله أنا حصيلة بطولاتي أنا حصلت على بطولة أفريقيا حصلت على مثلا السوبر حصلت على ميداليا في برونزيا في كاس العمل دي خسرت دوري يعني لازم يكون عندي أهداف صحيح النادي الأهلي أو جمهور ودايما عايز يوصل لكل المنصات التتويج في كل البطولات ولكن ده ما بحصلش في أي فريق في العالم يعني خلينا ورنا دايما من ضمن المرات كان بيكلم اللعيبة فتكرت على اليوانتي وأنت بتتكلم قال لهم الجمهور بتاعنا ما بيفتكرش أنت فوزت بإيه بيفتكر أنت خسرت إيه صحيح فهم أعوضي يعني اكسب زي ما تكسب بطولات هيفتكرك في الآخر بطولات اللي انت فوزتها مش البطولات اللي انت بالجيل ده الحقيقة مظلوم جدا لأنه الحقيقة لو في ظروف طبيعية يعني لو حين نلعب في ظروف طبيعية وفي مسابقات منضبطة وفي فترات راحة أنا بتهيالي لأنه لأن فطورة الأهلي مختلفة أشرف عن كل الأندي يعني كنت بقول أنه اللعيبة دي لعبة كام كل يوم كهرة وكل يوم بطولة وكل بطولة لازم يوصل فيها يعني يعني لو ما وصلتش للمناصر أوحش حاجة عملناها إيه إن إحنا وصلنا نهائي دوري أبطال وخسرناها فهم أعوضي صحيح فاللعيبة حقيقة يعني كان اللف عنها أنا برضو في حتة مقدر بشكل جديد نفسية جدا كمان يعني بعيدة على الجهد الزهني والبدني ولما بيجوا يقعوا الناس يعني فهمت خود كبيرة جدا بالضبط يعني هو ده حال لعيبة لانهلي دايما ولكن الناحة النفسية لازم نرعيها شوية إنه أنت فعلا لازم تحشك كرة شوية يعني أحيانا من كتر المباريات والبطولات اللي بتشارك فيها والضغوط الكبيرة جدا عليك فإنك لازم تنافس على البطولة الآخر نفس ولازم تبقى متوجد في منصات تتويق في كل البطولات وضغط جمهور وإعلام فإنت بتمرن كل يوم مرة واثنين ومباريات متتالية كل 3-4 أيام مباراة وبالتالي لا أنت لازم في فترة من الفترات يكون عندك يعني حالة استشفى على الأقل 3-4 أسابيع يكونوا موجودين عشان تقدر توحشك كرة زي ما تفضلت وقلت يا أحمد لأنه فعلا لفظ يعني فعلا لعبة كرة دايما هو ديرك بيننا ولكن هو دايما أنت بتحتاج له لأنه عشان تعمل رفريش تبتدي موسم جديد تقدر يبقى عندك استعداد أنها بتتمر يعني 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 الحالة دي الحالة دي مش موجودة للعبة نادي الأهلي من 3-4 مواسم داي خليني أسألك الشغل اللي أنت تستنى أكتر من الجهاز الفني هو التأكيد يعني مستر سوارش ومعاه كابتن سيد وكابتن سامي هشتغلوا على كل حاجة وحيوصلوا الراجل كمان مهم جدا أن تصلوا إلى سورة أهمية الدوربي أهمية أهلي وزمالك بصرف نظر عن البطولة هتوصلوا إلى السورة لكن المطلوب أكتر إيه المطلوب أكتر معناوي وزهني ونفسي ولا بدني وفني وتكتيكي طيب خلينا أقولك أن الفترة دي أنت يعني في مقولة كده في كرة الخدم موجودة اللي تكسب بي ألعب بي بمعنى إيه أنه لما يكونش عندي مساحة أني قدر أشتغل وقدر أطور أداء وقدر ألعب على الحتة دي الحتة الجمالية دي اللي هتقدي في النهاية بالتأكيد لنتائج ولكن محتاجة وقت محتاجة صبر شوية ومساحة من الوقت وإمكانيات لعبين معينة عشان تقدر تغير وتطور الأداء لغاية ما توصل لنتائج معينة أنت عايزة طب ما عنديش المساحة دي أعمل إيه ممكن أرجع أغير طريقة اللعب ممكن بدل أربعة تلاتة واحد ممكن ألعب أربعة تلاتة تلاتة ممكن ألعب خمسة تلاتة اتنين يعني أي أن كانت الطريقة اللي هقدر أكسب بيها ألعب بيها أنا أعتقد أن السواريش عنده من العقلية دي وأعتقد أن من ضمن أسباب اختياره أنه بيغير في طريقة لعبه بشكل مستمر وأنه عنده فكر أنه ما عندهش النجم الأوحد أو بيعتمد على لعب واحد وبالتالي عنده تغيير في طريقة اللعب الدائمة اللي يقدر بيها الفترة اللي جاية مع الروتيشن المطلوب في الفترة اللي جاية لأنك محتاج فعلا تعمل الروتيشن كبير ولعبة النادي الأهلي تساعد في ده في أنه يبقى جاهز بشكل كبير كنت بتكلم أنا وأنت أنه في بعض اللعبين يعني مش هنذكر أسماء اللي أتمنى إن شاء الله أنهم يقدروا يرجعوا المستوىهم مرة تانية محتاجين أنهم يعيدوا تفكيرهم تاني ويرجعوا المستوىهم بشكل كبير لأن الفترة الجاية أعتقد أن مجلس الدولة النادي الأهلي مع الجهاز الفني مش هيصبروا على حد في نهاية الموسم مع الضغط الكبير طبعا جدا لجمهور النادي الأهلي في أنك محتاج نتائج لا تقدر تغير أنت عندك ضغط في موسم رابع طبعا يعني أعتقد سيبقى فيه فترة راحة شوية ما بين المسلمين أعتقد ستوسط يعني ثلاث أسابيع إن شاء الله تكون ثلاث أسابيع بإذن الله سيكون فيها حالة استشفى شوية اللي تكسب به ألعب به بمعنى أنه أغير طريقة اللعب أغير البوزيشن بتاع اللعبين أغير النواحي الخطاطية داخل الملعب تغيير اللعبين أو أماكنهم شوف في بعض اللعوات أنا بتكلم على كل مباراة اللجاية أنت مش محتاج الفترة الجاية تطور أداء على قد ما يحتاج أنك تغير نتائج أو تكسب المباراة اللجاية لأن ما عندكش استعددنك تخسر نقاط تانية في الدوري أنادي الأهلي خسر 19 نقطة في 12 مباراة في الفترة اللي فاتت وبالتالي يعني عدد نقاط كبير جدا جدا يا أحمد أنادي الأهلي مش متعود عليه ولا جمهوره مع مسم غريب جدا طبعا مسم غريب جدا معجيب جدا وأعتقد أننا وإنت هنا في برنامج السادسة تكلمنا على أنه هيجي وقت هيحصل ده لأنه تلاحم المواسم والأجاد الكبير جدا جدا اللعب النادي الأهلي لازم حيجي وقت اللعبة دي مش مكان يعني محتاجين وقت ومحتاجين راحة ومحتاجين استشفى لا محتاجين فترة عشان يقدروا يرجعوا مرة تانية مع التدعيمات طبعا وحط على دمو شركة المنتخف بطولتين السنة دي كمان كاس العرب وبطولة أفريقيا وتصفيات كاس عالم طبعا فبالتالي لما التلاتة دول يخشوا على الأجندة اللعبة فيها مش مرضة راحة طبعا يأثروا بشكل جديد طبعا الزمالك مش في أحسن أحوال ورغم أنه ماكسب في آخر أنتفقت على آخر مطشين مطش الزمالك والمحلة ومطش الزمالك والمقاولين وإن كانت النتيجة في النهاية انتهت يعني يقول لهم لا بتعترفش إلا بالأهداف لكن الحقيقة سيناريو المطشين لها بيقول المحلة كان قريب جدا وضيع فرص كتير جدا وكان أقدر الحقيقة من الزمالك بأنه يحسن مباراة عواد الحقيقة عامل في الفترة الأخيرة حد التقلق كبيرة جدا وساهم في وصول الزمالك لنتيجة مكسب حتى ده في مطش المقاولين اتكرر حتى رغم أنه كان فيه سوء توفيق تحكيمي للأسف في المباراة صغف الهدف اللي اتحسب للزمالك أو في راكلة الجزاء الضياحة أحمد علي لكن في النهاية الزمالك بيعاني شايف أهم نقاط الضعف اللي على الأهل اللي نستغلها في مواجهة الزمالك آخر ثلاثة أربعة مبارات لنتيجة الزمالك أنا تفرقت عليهم يعني خلينا نتكلم على مبارات غزة المحلة الأخيرة يعني عودت تقريبا أربع أو خمس أهداف مؤكدين تمام في نقاط ضعف كثيرة جدا عن نتزمالك أولا في وسط الملعب ما بقاش عنده الاستحواز وبقاش عنده الناحة الدفعية الجيدة يعني افتقادوا لبعض اللاعبين في وسط الملعب خلوا الحتة دي بشكل كبير جدا جدا وبالتالي فيه ضغط كبير جدا جدا على مدفعين نتزمالك صحيح هم ماشيين بشكل جيد ولكن فيه أخطاء دفعية قتلة عن خط نتزمالك عدم تمركز سليم السرعات صحيح موجودة ولكن الرقابة وعدم تمركز سليم في خطة دفعية نتزمالك بتؤدي في النهاية أنه فيه أربع خمس أهداف لغزل المحل خلال المباراة ضعوا بشكل غريب جدا وبالتالي فيه يعني فيه خطوط ضعيفة يعني من أفضل خطوط نتزمالك خطوط الهجومية بيعرف يفنش الهجمات أو عنده اللاعبين يقدروا عندهم الإمكانات يقدروا يوصلوا الخط المرمى المنافس ولكن في وسط الملعب والخط الدفاعي وسط الملعب فيه يعني دربكة غير طبيعية وفيه يعني تحيس النفاضي بشكل كبير جدا لأنه كمان إمام عشور لما يبلعب في وسط الملعب عنده نزعة هجومية كبيرة جدا وبالتالي يبقاش في حد في وسط الملعب لاستحواس في وسط الملعب في مباراة الزمالك حيدينا خطورة كبيرة جدا جدا على مربع نادي الزمالك واستغلال الفرص لأنه من أكتر الحاجات اللي لاحظتها الفترة الأخيرة في خط هجوم النادي الآلي إضاءة الفرص إنه بتستغلش الفرص اللي بتجيلك لو استغلنا كم الفرص اللي ضاعت في المباراة اللي فاتت أعتقد أن كل المباراة تخلص زي ما خلصت مباراة كتيرة أربعة وخمسة في الفترات اللي فاتت للنادي الآلي استغلال الفرص والاستحواس في وسط ملعب المباراة وطبعا اللعب على الأطراف بالتأكيد حيدينا ميزة كبيرة جدا في مباراة الزمالك ومناسبة الفرص نتكلم على حسام حسن ونتكلم على محمد شريف الاثنين من ناحية الجودة والإمكانيات ما فيش خلاف عليهم شريف هدف دوري أبطال هدف بطولة الدوري ولد الحقيقة تطور بشكل كبير جدا مع الأهلي رأس حربة يعني مواصفات رأس الحربة كما يجب أن تكون وهو يمكن كتألعاب الهوى نقطة ضعف عنده اشتغل عليها وبازل فيها مجود كبير جدا فمن ناحية الكواليتي ما فيش كلام على شريف ونفس الحكاية انطبق على حسام حسن واحد من أفضل يعقدم أوراق اعتماده مع اسموحة واحد تقدر تقول من أفضل المهاجمين الموجودين في مصر لكن الاثنين في الفترة الأخيرة حصل دروب حصل الفناء مرتبط ب حالة نفسية حالة نفسية علاقة مع مدرب سابق علاقة مع مدير فني المنتخب مصر وده أثر بشكل من الأشكال إزاي يرجعوا بسرعة يعني انت كنت مهاجم برضو وانت عارف حساسية المكان بالنسبة للجمهور يعني راس الحربة بالنسبة للجمهور وحالس المرمى بالنسبة للجمهور المركزين لا يقبل أي نقاش تمام وهما الهدف رئيسي حماية المرمى من الأهداف وإحراز الأهداف في مرمى الخاصة فبالتالي الكلام لحسام والشريف دعتي ممكن يكون مين الأفضل منهم من وجهة نظرك أو الأكتر جهازية يكون موجود في مطش الزمالك ولا ممكن لتنين يكونوا واحد من الحلول أنهم يلعبوا مع بعض أنا لسه أقول لك أنه اللي تكسب بيه يلعب بيه يعني يعني أنت ممكن سوارش يكون دارس فريق نتز مالك بشكل جيد لفترة فاتت ودي معلوماتي أنه يعني طلب شرائط كتير نتز مالك مع المباراة اللي فاتت تتفرج عليها عشان يشوف الأخطاء اللي موجودة تقدر تلعب باتنين رأس حربة ولا لا يعني أنا فكر نتز مالك في المباراة اللي فاتت كان محمد عبدالغاني المدافع كان بيلعب في وسط الملعب نص ملعب يعني شوف فيه حاجات كتيرة عند دارس مالك كمان ممكن تلعب عليها بشكل كبير سرعات محمد شريف خنا نتكلم عن كل واحد على حد أنت محتاج من شريف وحسام الفترة اللي جاية تحركات كتيرة جدا وإنهاء الفرص الموقف مختلف بالنسبة لاتنين محمد شريف يعني قدم مباراة في المواسم اللي فاتت كتيرة جدا جدا وبالتالي وكان هداف بشكل كبير مع نادل آهلي في كل بطولات وبالتالي أنت يعني لا أعذار محمد شريف محتاج الفترة الجاية أنه يركز بشكل كبير لأنه يبدأ تدعم أنه أهداف الفترة الأخيرة سهلة جدا على مهاجم بإمكانات محمد شريف حسام حسن الوضع مختلف حسام حسن بقاله فترة طويلة ما بيشاركش يعني الحلقة النفسية كانت سيئة ولكن سورش يبدأ يعيد يعني شوية ثقة في نفسه وانتدى يدي له مباريات كتير وبالتالي محتاج صبري شوية عشان تقدر تأخذ منه أفضل ما عنده أعتقد أن حسام حسن إن شاء الله الفترة الجاية سيبقى متواجد بشكل كبير شريف محتاج يركز علشان يقدر يرجع لمستوى الطبيعي في التهديف شريف من أقل الفرص بيحرز أهديف وبالتالي أنت محتاج تركيز بس مش أكتر هو لكل خط هجوم النادي الأهلي وبتهالي أنه التسجيل في مباراة زي دي مباراة بطولة في مواجهة الزمالك يرجع بشكل أسرع جدا والحقيقة الرهان على كل نجوم الحقيقة في المباراة مش بس مهاجم النادي الأهلي يكون كل نجوم وإن شاء الله بإذن الله 72 ساعة نحضر فيهم كويس وهنتابع معكم لحظة بلحظة 72 ساعة مرة تانية بأكد زي ما بدأت الحلقة وزي ما قال كابتن أشرف مهمين جدا للجمهور جمهور النادي الأهلي أنه يدعم ويساند فرقته قبل مواجهة صعبة ومنتظرة وإن شاء الله بإذن الله يكون فيها التتويج للنادي الأهلي الجمهور اللي طول عمره السند والضهر جمهور النادي الأهلي اللي طول عمره هو الحمى